مشاهدينا في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله حالة جوية غير اعتيادية تؤثر على المملكة في نهاية شهر مايو هذه الحالة بتتلخص في وجود غبار وبعض الزخات الرادية من البطار. مشاهدينا فاصل ونواصل مشاهدينا اهلا وسهلا بكم مرة اخرى نستعرن سويا لأحوال الجوية المتوقعة طيلة ايام هذا الاسبوع بإذن الله. يوم الاحد ان شاء الله. اجواء حارة في معظم مناطق المملكة لكن اجواء غائمة جزئيا وزخات الرادية من المطر في المناطق الشمالية الغربية من المملكة والعظمى المتوقعة في هذه المناطق 28 والصورة 23 ايضا هناك المناطق الجنوبية الغربية سقوط زخات الرادية من المطر احيانا العظمى 23 والصورة 16 المناطق الشمالية الشرقية اجواء مغبرة العظمى 30 والصورة 25 وبقية المناطق اجواء حارة المناطق الغربية 40 و33 والمنطقة الوسطى 41-30 والمنطقة الشرقية 41 إلى 32 درجة مئوية أما يوم الاثنين يوم الاثنين أيضا هناك أجواء غير مستقرة في المناطق الشمالية سواء الشمالية الغربية والشمالية الشرقية وأجواء غائمة جزئيا ومغضرة وسقوط زخات رعدية من المطر العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 30 والصغرى 23 الشمالية الشرقية 34 والصغرى 24 المناطق الغربية أجواء مبرة وحارة 41-33 والمنطقة الوسطى أجواء حارة 42 إلى 30 وأيضا المنطقة الشرقية أجواء حارة 42 إلى 32 والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية أحيانا 23-16 درجة مئوية يوم الثلاثة استقرار المناطق الشمالية الغربية أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا مهارا لكنها لطيفة ليلا المناطق الشمالية الغربية 33-23 لكن الشمالية الشرقية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر 35-25 المناطق الوسطى أجواء حارة فالمنطقة الغربية 38-32 الوسطى 42-30 والمنطقة الشرقية 42-32 أما الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية أحيانا 23 إلى 17 درجة مئوية يوم الأربعاء يوم الأربعاء المناطق الشمالية أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا نهارا لكنها لطيفة ليلا العظم المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 33-32 الشمالية الشرقية 35-25 المنطقة الوسطى أجواء حارة وكذلك المنطقة الجنوبية أجواء حارة الغربية 38-32 الوسطى 41-31 المنطقة الشرقية نشاط في الرياح وإثار الغبار والأتربي 41-33 والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية أحيانا 23-17 درجة مئوية ويوم الخميس يوم الخميس تقريبا الأجواء معتدلة إلى حارة نسبيا في المناطق الشمالية معتدلة إلى لطيفة ليلا المناطق الشمالية الغربية 34-25 والمناطق الشمالية الشرقية 35-25 المناطق الوسطى أجواء حارة بشكل عام في النهار وحارة نسبيا ليلا المنطقة الشرقية 40 العظمى والصورة 33 المنطقة الوسطى 40 العظمى والصورة 31 المنطقة الغربية 39-33 والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من المطر 25-18 درجة مئوية يوم الجمعة يوم الجمعة إن شاء الله ترتفع درجات الحرارة في المناطق الشمالية أجواء حارة نسبيا إلى حارة لكنها معتدلة ليلا إلى حارة نسبيا 38-29 في المناطق الشمالية الغربية 38-27 في المناطق الشمالية الشرقية أجواء حارة في المنطقة الوسطى المنطقة الغربية 40-34 والمنطقة الوسطى سقوط زخات رعدية من مطر 40-30 والمنطقة الشرقية 41-32 درجة مئوية والمنطقة الشرقية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية أحيانا 26-17 درجة مئوية مشاهدينا شكرا لكم نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة